النهاردة المنتخب التونسي أيضا لم يكن أحد يتخيل أو يتصور أن يكون المنتخب التونسي بهذه العظمة النهاردة المنتخب التونسي كان يستطيع أن يفوز على المنتخب الدنماركي المباراة انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين ولكن المنتخب التونسي النهاردة أدى مباراة رائعة أدى مباراة رائعة المدير الفني للمنتخب التونسي بالمناسبة هو كان مدير فني مؤقت وأصبح مدير فني خلال لمدة سنتين على ما أتذكر يعني مضى معاه الاتحاد التونسي أو الجامعة التونسية زي ما بيتقال هناك مع هذا المدير الفني أعتقد أنه هو الكابتن جلال القدري أدى مباراة رائعة النهاردة الكرة دي لو كانت دخل الجون يعني كان هتبقى يعني النهاردة كنا هنبقى السعودية وتونس النهاردة ثلساء العرب كله طرب يعني النهاردة المباراتين الحقيقة أسعدون جدا 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 وكلنا الحقيقة كنا سعداء بهذا الشكل وبهذا الأداء الرائع المنتخب السعودي أدى إعجاز كبير ولكن خلي بالحضراتكم زي ما الأستاذ عيسى هال اللي جاي أصعب كتير المنتخب البولندي حيكون عامل أو واخد حضر من المنتخب السعودي أيضا المنتخب المكسيكي هكون واخد حضروا من المنتخب السعودي عموما نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ونتمنى لكل المنتخبات العربية سواء المنتخب المغربي أو المنتخب القطر يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة وأيضا المنتخبات الإفريقية اللي إن شاء الله تشرفنا هزيمة السنغال آه هزيمة صعبة جدا ولكن في النهاية إن شاء الله كل التوفيق لكل المنتخبات العربية والإفريقية